السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة موزي موري كروشي أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو عملولي لايك وشير وقلولي رأيكم في التعليقات ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحبين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا فعالوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله هسبك دلوقتي مع البيانات والمقسات اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة وبعد كده نروح على الشرحة على طول انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك وابرة رقم خمسة مليمتر تقدروا تشتغلوا نفس الشنطة بأي نوع خيط يكون مناسب مع الابرة المناسبة ليه وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بيها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقسات تكبروا وقاطوا صغروا حسب المقسات اللي انتوا عايزينها هبدأ باسم الله بسيب حوالي نص متر من الخيط قبل ما اعمل عقدة البداية وبعمل عقدة البداية بالطريقة دي وهشتغل اربعتاشر سلسلة وهنشوف مقسهم كام سانتي الاربعتاشر سلسلة مقسهم حداشر سانتي بالزبط بعد كده بارتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها وبسيبها وبرجع على الاربعتاشر سلسلة اللي قبلها وبشتغل غرز حشو معايا لفة على الابرة بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية للسلسلة وبسحب الخيط بقى معايا لفتين على الابرة بسحب وبطلع من اللفتين دي طريقة غرزة الحشو بحط علامة في اول غرزة عشان اعرف بداية السطر ونهايته لانها اشتغل بشكل حلزوني داير ميدور من غير مقفل بمنزلقة بعد كده بكمل على كل السلاسل كل سلسلة بشتغل فيها غرزة حشو ده شكل غرزة الحشو هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر سلسلة عند خيط البداية وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية هشتغل فيها تلات غرز حشو مع بعض بسيب خيط البداية هرجع له بعد شوية وبالف الشغل وبرجع على الجنب التاني من سلسلة البداية وبشتغل قصاد كل غرزة غرزة بشتغل برضو تحت طرف واحد بس من السلسلة الطرف اللي انا سيبته اللي كان امامي في الجنب الاول هيبقى الشكل كده بكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاول غرزة حشو انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة وصلت عند اول غرزة حشو انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة هشتغل معاها في نفس المكان غرزتين حشو عشان اكملهم تلاتة كده انا خلصت اول سطر من القاعدة بتاعت الشنطة اشتغلت تلاتين غرزة حشو تلاتة في الدوران ده وتلاتة في الدوران اللي انا ببدأ منه اول غرزة اللي حطيت فيها العلامة ورجعت كملت معاها كمان غرزتين واثناشر غرزة في الجنب الاول واثناشر غرزة قصادهم في الجنب التاني يبعدد الغرز في السطر الاول تلاتين غرزة حشو هبدأ السطر التاني مباشرة على طول من غير مقفل بمنزلقة بشيل العلامة من اول غرزة وبشتغل مكانها اول تزايد في السطر التاني يعني ايه تزايد يعني بشتغل في الغرزة غرزتين مع بعض وبحط العلامة في اول غرزة وبكمل بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصل عندي الدوران التاني وصلت عندي الدوران التاني اللي عندي خط البداية كان عندي في السطر الاول تلات غرز مع بعض هشتغل فيهم تزايد يعني هشتغل في كل غرزة غرزتين حشو كده انا اشتغلت على التلات غرز ست غرز في السطر التاني بعد كده بلف الشغل وبرجع على الجنب التاني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصل لاخر السطر عند اخر غرزتين وصلت اخر السطر التاني عند اخر غرزتين هشتغل فيهم تزايد يعني هشتغل في كل غرزة غرزتين حشو كده انا خلصت السطر التاني اشتغلت ستة وتلاتين غرزة حشو عملت تزايد ست مرات تلاتة في الدوران ده وتلاتة في الدوران اللي انا ببدأ منه هبدأ السطر التالت بشيل العلامة من اول غرزة وبشتغل مكانها اول تزايد في السطر التالت غرزتين مع بعض بحط العلامة في اول غرزة وبالف بالجنب ده كده بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصل للدوران التاني هكمل لحد ما وصل عند الست غرز اللي في الدوران التاني وصلت عند الست غرز اللي في الدوران التاني بشتغل فيهم واحدة تزايد واحدة حشو او واحدة زوجي واحدة فردي اول غرزة من الستة بشتغل فيها غرزتين الغرزة التانية بشتغل فيها غرزة واحدة وبكرر على باقي الغرز الغرزة دي بشتغل فيها غرزتين. التالتة والغرزة الرابعة بشتغل فيها غرزة واحدة. الغرزة الخامسة بشتغل فيها غرزتين. والغرزة رقم ستة بشتغل فيها غرزة واحدة. كده انا اشتغلت تسع غرز على الست غرز. بلف الشغل وبرجع بالجنب التاني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. لحد ما وصل لاخر السطر التالت عند الاربع غرز اللي في الاخر. وصلت اخر السطر التالت عند اخر اربع غرز بشتغل فيهم واحدة تزايد واحدة حشو او واحدة زوجي واحدة فردي. اول غرزة من الاربع بشتغل فيها غرزتين. الغرزة التانية بشتغل غرزة واحدة. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين. الغرزة الرابع والاخيرة بشتغل غرزة واحدة. كده انا خلصت السطر التالت من القاعدة بتاعت الشنطة. والاخير لاني تقريبا وصلت للمعسات المطلوبة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. اشتغلت اتنين واربعين غرزة حشو. هعمل ايه بعد كده قبل ما اكمل شغل في الشنطة? بارجع لخيط البداية. النص متر اللي احنا سيبناه في البداية وبشتغل بغرز منزلقة على سلسلة البداية في نص القاعدة. ترجمة نانسي قنقر بعد ما خلصت القاعدة بتاعت الشنطة هقول لكم مقاسها كم سنتي? مقاس الطول سبعتاشر سنتي. ومقاس العرض ستة سنتي. قبل ما كمل شغل في الشنطة كمان هدعم القاعدة دي بيقطع من البوري. بعد ما لزقت قطعة البوري بمسدس الشمع كويس جدا هبدأ اشتغل جسم الشنطة. نخلي بالنا هنعمل ايه? بشيلي العلامة من اول غرزة. وبسحب الحلقة دي كده. من تحت حرف الفي من اول غرزة بعديها في ظهر الشغل من وراء. السحبة اللي انا سحبتها دي هتزود غرزة في العدد اللي كان معايا كان معايا اتنين واربعين غرزة. اللفة اللي انا سحبتها دي هتزود معايا غرزة يبقى عدد الغرز اللي هشتغل عليه تلاتة واربعين غرزة حشو. بعد ما سحبت الحلقة دي ورا بدخل هنا انا عندي السحبة دي فيها لفتين. فيها لفتين من الخيط بدخل تحت اللفة الخلفية منها مع الحلقة دي بالابرة وبسحب الخيط كده بدايق الحلقة على قد مقدر عشان ما تبقاش فرقة في الشكل. وبسحب منها الخيط. وبارتفع سلسلة. هشتغل اول سطر من جسم الشنطة في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو بتاعة السطر الاخير مع الحلقة اللي خلف الخلفية اللي ورا دي. بدخل في نص حرف الفي بتاع غرزة الحشو اللي في السطر الاخير تحت اللفة الخلفية مع الحلقة اللي وراها يعني بشتغل تحت حلقتين. عشان الشغل بتاعي بقى متماسك. هيبقى معي لفتين كده. بشتغل فيهم غرز الحشو. وبكرر على كل الغرز. في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة اللي ورا. اللي ورا غرزة الحشو. اللفة دي كده الصغيرة دي. وبشتغل اول سطر من جسم الشنطة. بعد ما ارتفعت سلسلة من سحبة الخيط اللي انا عدتها ورا. بدخل في الغرزة اللي بعدها. في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة اللي وراها. معي لفتين على الابرة. وبسحب واشتغل غرزة حشو. باعتبرها اول غرزة وبحط فيها العلامة. وهارجع للسلسلة اللي انا بدأت بها في اخر السطر وبشتغل معاها اخر غرزة. بكمل بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر عند السلسلة اللي انا بدأت بيها بشتغل معاها في نفس المكان اخر غرزة حشو. كده انا اشتغلت اول سطر من جسم الشنطة. بالطريقة اللي شفناها مع بعض. هبدأ اكمل بس الشغل كله هيكون في الغرزة كلها تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي. بشيلي العلامة من اول غرزة. وبدخل في اول غرزة. في الغرزة كلها. تحت حرف الفي. بكمل كل غرزة فيها غرزة لحد ما وصل للعلامة. بشيلي العلامة وابدأ السطر اللي بعد وهكزا. وبارتفع بالشغل بتاعي لحد ما وصل الطول المناسب للشنطة. وارجع لكم اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات كام سنطي. ارتفعت ستاشر سطر من غرز الحشو على التلاتة واربعين غرزة لحد ما وصلت لمقاس ستاشر سنطي. وده مقاس مناسب لارتفاع الشنطة. بقى الشكل زي ما انتو شايفين. ستاشر سنطي بالزبط. طبعا لازم اوقف شغل عند الجنب اللي فيه العلامة. عشان عدد السطور في الجنب الامام يبقى متسوي مع الجنب الخلفي. هعمل ايه بعد كده? هشتغل غرز منزلقة على الفتحة بتاعة الشنطة. بشيل العلامة من اول غرزة. معايا لفة على الابرة. بدخل في اول غرزة تحت حرف وبسحب الخيط وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة. وبكرر على كل الغرز. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ما نضفت الخيط الزيادة هجيب الخيط الابيض والابرة وهبدأ اشتغل الاجزاء الخارجية للشنطة. هشتغل برضو بنفس الخيط اللي انا اشتغلت به خيط مكرمية مصري. بس هفك الفتلة عشان عايزة سمك الخيط يكون رفيع. عشان الدوائر اللي انا هشتغلها ما تبقاش سميكة ووزنها تقيل. بفك الخيط كده بالمقص. بقص طرف الخيط. والفتلة بيكون فيها تلات فتلات رفيعين بالشكل ده كده. فانا بقص حوالي اربعة متر من الفتلة دي كده. وبعد كده بفكها لتلات فتلات. وبلف الفتلة بعملها كرة صغيرة كده وبشتغل منها. سمك الخيط بيكون رفيع. والاجزاء اللي انا اشتغلها هتبقى خفيفة في الوزن وهتبقى ما تبقاش سميكة. انا فكت جزء كده من الخيط اهو. هشتغل به. هشتغل بابرة رقم تلاتة. تلاتة مليمتر. هشتغل هنا كده عشان الغرس تبان معايا في التصوير. ابرى رقم تلاتة. بعمل دايرة سحرية وبشتغل فيها ست غرس حشو. عملت دايرة سحرية وارتفعت سلسلة وبشتغل اول سطر في الدايرة ست غرس حشو. بسحب طرف الخيط وبقفل الدايرة وبقفل السطر بمنزلقة في اول غرزة حشو انا بدأت بيها. بسيب السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة تحت حرف ال V. بسحب الخيط وبسحبه من اللفل على الابرة. بارتفع سلسلة وببدأ السطر التاني بشتغل فيه كل تزايد. كل الغرس بعمل فيها تزايد. يعني ايه تزايد ايه انا بشتغل في كل غرزة غرزتين حشو. كده انا خلصت السطر التاني اشتغلت اتناشر غرزة حشو. بقفل السطر بمنزلقة بنفس الطريقة بسيب المنزلقة بتاعت السطر الاول مليش دعوة بها خالص والسلسلة الارتفاع بتاعت السطر التاني وبدخل في اول غرزة حشو. انا بدأت بيها السطر التاني وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. هبدأ السطر التالت بارتفع سلسلة. وبشتغل واحدة تزايد واحدة حشو. يعني بشتغل في غرزة غرزتين وفي الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة. وصلت اخر السطر التالت اشتغلت تمنتاشر غرزة حشو. بقفل السطر بمنزلقة وبسيب المنزلقة بتاعت السطر التاني والارتفاع بتاع السطر التالت وبدخل في اول غرزة حشو. وبقفل بمنزلقة. هبدأ السطر الرابع بارتفع سلسلة. وباشتغل واحدة تزايد واتنين حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. ووصلت اخر السطر الرابع اشتغلت اربعة وعشرين غرزة حشو. هقفل بمنزلقة. فاول غرزة انا بدأت بيها. وبارتفع سلسلة وببدأ السطر الخامس. باشتغل في واحدة تزايد وتلاتة حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. ووصلت اخر السطر الخامس اشتغلت تلاتين غرزة حشو. بقفل السطر بمنزلقة. وبارتفع سلسلة. وهبدأ السطر السادس. باشتغل واحدة تزايد واربعة حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر السادس اشتغلت ستة وتلاتين غرزة حشو. بقفل بمنزلقة. وبارتفع سلسلة وهبدأ السطر السابع. باشتغل واحدة تزايد وخمسة حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر السابع اشتغلت اتنين واربعين غرزة حشو. بقفل بمنزلقة. وبارتفع سلسلة وهبدأ السطر الثامن. باشتغل واحدة تزايد وستة حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر الثامن اشتغلت تمانية واربعين غرزة حشو. وبقفل بمنزلقة. وبارتفع سلسلة وهبدأ السطر التاسع. باشتغل واحدة تزايد وسبعة حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر التاسع اشتغلت اربعة وخمسين غرزة حشو. بقى بقفل بمنزلقة. وهبدأ السطر العاشر بارتفع سلسلة وباشتغل واحدة تزايد وتمانية حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر العاشر اشتغلت ستين غرزة حشو. بقفل بمنزلقة. وبارتفع سلسلة وهبدأ السطر رقم حداشر والاخير. باشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. لحد ما وصل لاخر تمن غرز في السطر. السطر رقم حداشر باشتغله من غير تزايد كل غرزة فيها غرزة. عشان ازبط الحواف بتاعة الدايرة. ويبقى شكل الدايرة مستدير ما يبقاش باين فيها تضلعات. هكامل في كل غرزة غرزة لحد ما وصل لاخر تمن غرز في السطر. وصلت اخر تمن غرز في السطر رقم حداشر هشتغل عليهم غرز منزلقة. وباشتغل كمان منزلقة على المنزلقة بتاعت السطر رقم عشرة. وباشتغل منزلقة في اول غرزة حشوة انا بدأت بيها. هيبقى الشكل كده. هقص الخيط وهعمل حسابي في مسافة من الخيط عشان اخيط بيها. حوالي خمسين سنطي كده. باسحب الخيط من اخر غرزة. وبرجع اسحابه تاني من تحت حرف ال V وبعد دي ناحية الخلف. ده شكل الدايرة اللي انا اشتغلتها. هيبقى مكانها هنا كده. هقول لكم برضو مقسها كم سنطي. اتناشر سنطي بالزبط. طبعا لو حابين تكبره قط صغره حسب ما انتم عايزين. هنضف خيط البداية ده. انا اشتغلت كمان الاجزاء التانية اشتغلت دايرتين باللون الاسود. دايرتين من تلت سطور. بخيط توركي اسمه اليزا ديفا. صغيرين كده. واشتغلت الدايرتين دول برضو بنفس الطريقة. خمس سطور. دول هيبقوا العيون. ودول هيبقوا عليهم كده فوق. هيبقى الشكل كده. واشتغلت كمان دايرة. برضو من سطرين. وبعد ما خلصت السطرين ارتفعت عليهم كمان سطرين من غير تزايد. باللون الاحمر عشان يبقى الجزء اللي هنا كده. اللي هو الانف. بحشيها كده بنفس الخيط عشان ما يبقى الحشو باين. بيجيب طرف الخيط كده وبلف منه جزء كده. مناسب لحجم الدايرة اللي انا اشتغلتها او الجزء اللي انا اشتغلته ده. وبحطه جوه. وبشتغل عليه كمان سطرين تناقص. هاقص الجزء ده. بدخل الحشو كده وبشتغل تناقص. عندي اتنشر غرزة. بعمل تناقص كل غرزتين مع بعض. اشتغل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتغل ترجمة نانسي قنقر خلاص كده انا خلصت الاجزاء التانية. ونضفت الخيط الزيادة. هبدأ اسبت الدايرة الكبيرة وبعد كده هلزق عليها او هسبت عليها الاجزاء الصغيرة. هخيط بابرة التنظيف. من تحت حرف كده لغرز الحشو. هوريكو الطريقة برضو بدخل هنا كده بازبط المكان بالزغط. وبدخل في الغرزة دي. بسحب الخيط من جوة. وبعد كده بطلع من الغرزة اللي بعدها من تحت حرف بدخل تاني من تحت حرف الغرزة اللي جنبها وبلف على الدايرة كلها بسبتها. كويس جدا وبعد كده بلزق عليها او بخيط عليها الاجزاء الصغيرة. بالخيط ده. وبخيط كمان الجزء ده كده. هخلص خيطة الاجزاء دي كلها وارجع لكم تاني. خلاص كده انا خيطت الاجزاء كلها في الشنطة. شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين. وكملت الخط الاسود ده لحد تحت. لان ما كنتش واخدى بالي ان هو واصل لهنا. واشتغلت ايد للشنطة بغرزة حبل اللي سير روماني. شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين. لو عايزين تعرف الطريقة بتاعتها هتبصوا قدامكم على الشاشة دلوقتي في علامة الاي. هتلاقوا مكتوب طريقة عمل ايد الشنطة. هتضغطوا عليها هدخلكوا على طول على الفيديو بتاع طريقة عمل حبل اللي سير الروماني بكل تفاصيله. طريقته سهلة جدا. هخيط الايد في الشنطة بابرة التنظيف. بزبط المقسات كده. طبعا تقدروا تخيطوها في الخارج برا كده او فوق بالزبط. انا خيطها هنا وراء غرزة المنزلقة. في سطر الحشو الاخير. هيبقى شكلها كده. هسبتها كويس جدا وهنضف الخيط الزيادة جوه الشنطة. وهخيط الجنب التاني كمان بنفس الطريقة. هخيط الايد وارجع لكم تاني. خلصت خياطة الايد وده شكل الخياطة. الخطوة اللي بعد كده هعمل بطانة. لازم احط بطانة للشنطة عشان البور اللي انا لزقته في القعدة. وعشان الخياطة اللي باللون الابيض اللي جوه. نخلي باننا هناخد مقسات البطانة ازاي? بقلب الشنطة كده. مقاس طول البطانة من فوق لحد نص القعدة. لحد سطر المنزلقة اللي انا اشتغلته هنا. يعني عشرين سنتي. ومقاس العرض بطبق الشنطة كده. العرض عشرين سنتي وبزود كمان اتنين سنتي عشان الخياطة. يبقى عرض البطانة هقصها طبقتين من القماش. اتنين وعشرين سنتي طول عشرين سنتي. انا قصيت جزء من البطانة وخيطته. طبقتين. اشتركوا في القناة بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتم منه. لو عجبكم الفيديو عملولوا لايك وشير. وقلولي الرأيكو في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي. وشكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.